السلام عليكم كيف الاحوال اتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير مرحبا بكم مرة اخرى على القناة ديالي فيديو جديد وصفة جديدة اليوم ان شاء الله غنشارك معكم جوجدي العصائر الصراحة زوينين بالساف كيجي وخاترين ما كيجيش ديك العصير خفيف ولكن بلا حليب من طبعة الحال المهم هاد العصائر والله القسم اللي جربتهم غدي توليوا مدمنين لهم خصوصا هادا المهم هنا غادي نشارك معكم هادا هو اللول ان شاء الله وانتوما لما بغيتوش تجربوهم بجوجهم في نهار واحد كل نهار ديروا واحد هنا عندي ربعة ديال الخيزو هنا عندي خضر ماشي طيب ولكن حكيتو في الحكاكة الرقيقة ديك الحكاكة اللي كان حكو في هاد توما هي فاش حكيت هاد خيزو بشي جي سهل في اللي غادي نطحنه وعندي واحد ثلاثة ديال الخوخات يعني تقريبا ستد نصوصة يعني ثلاثة ديال خوخات ستد نصوصة اللي كيكون مرقد في العولة او لكيكونتو مرقدته يعني من من الوقيتة ديال الخوخ في حال في حال وعندي الياغورت بمدق الخوخ بغيتو تديرو بمدق الخوخ ديرو بغيتو تديرو بالمدق ديال البانان ديرو وعندي العصير ديال الليمون من طبيعة الحال وعندي العسل انا هنا هنا حليت العسل حليت بالعسل بعض المرات بالعسل بعض المرات بالعسل بعض المرات بالسكر سانيدا ماشي مشكل ديرو اللي 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 نسبكم ولي متوفر عندكم اه هنا في الول درت الخوخ وزت عليه ديك ربع ديال الخزويات اللي محكوكين كيف ما قدلكون في الحق كرقيقا بجدغي يتطحن زت العلبة ديال الياغورت هاد دانون هاد ديال الخوخ ديال اللي كيكون فيه 150 جرام ماشي 125 ووزت العسل واحد جوج المعالق كبارين انتم ما كتحلي والقياس اللي بغيتوا يعني ممكن تديروا البعض المعالق جوج على حساب الدوق ديال كوم وكان بدا كنزيد العصير ديال ليمون شوية بشوية في الول انا كنزيد رغيل القياس ديال العصير باش تتحلي اه خيزو مزيان يعني ما يبقىوش طروفة باش حتى الدراري شربوه خصصا انا مليك يكون طحون العصير مزيان كيجي زوين الصراحة من بعد ما تطحن خيزو مزيان كان زيد داك العصير اللي بقالي واصلا كان زيدو العصير حتى كنحصلو على القوام اللي احنا بغيين هنا كيكون العصير ديال نوجد كيجي علها تشكل هذا الصراحة زوين بزافحنا هادا كننو كان سايبو حتى قبل رمضان عمليت خرمضان بقينا عليه يعني شدينا فيه نهار كنديروه نهار عاد كان بطلوب العصائر اخرين وصافي كان خويه في الإناء ديال التقديم كيجي علها تشكل هدا كيجي زوين بزف صراحة لديد أنا ربعة المرات كندير منه الدوبل كيبقى حتى مورا التراوح كنشربه منه كيجي علها تشكل هدا كيجي زوين بزف وخاتر وفي نفس الوقت ماشي تقيل كتر من القياس وهدا العصير التاني حتى هدا روعة جربوا هدا على حسابي هنا عندي التفاح خضر عندي أنا دير الدوبل كيفما قلت لكم ممكن ديروغي تفاحة وبانانا أنا كيفما قلت لكم قلت لكم كندير الدوبل حيث كيبقى لي العصير مورطرة هنا عندي جوج تفاحة خضر ضروري التفاح يكون خضر كيجي زوين جوج بنانات وعندي ربعة المعالقة ديال الساندة حيث هاد العصير فيه الحامض ضروري ربعة المعالقة ديال الساندة أولا كتحليو على حساب الدوقة ديالكم عندي جوج حامضات في اللوول حكيت لهم القشرة ديالهم اللوول ديك القشرة الصفرة وصفية ما نفوتوش ديك القشرة البيضة باش ما يجيناش العصير ممر وديك الجوج حامضات عصرتهم على الثاني وحطيتهم حدايا هنا في مولينيكس في الغرف ديال العصير اولا اي خلاط عندكم كي ناسبكم كان دير ديك تفاح الخضر ضروري قلت لكم تفاح خضر جوج ودرت جوج بنانات ودرت الساندة والقشرة ديال جوج حامضات والعصير ديال جوج حامضات نيت وهنا عندي نسيترو ديال نسيترو ديال العصير ديال ليمون جاني أنا هو هادك في الخطورية يعني نص سيترو جاني هو هادك ما زيتش عاد كتر في الأول كان دير غير شوية ديال العصير حتى كتطحني الفواكه بمزيان يعني كتطحن ما كيبقاش فيها حبيبات وكان بدا كان نزيد العصير ديال ليمون اللي بقالي وكان نكمل على الطحين دياله مزيان حتى يعني ما يبقاش طروفة نهائيا وكيجي العصير زوين اه هنا غدي نوري لكم القوام دياله كيجي على هاد الشكل يعني عنده القوام كيجي في حالي لا تقيل ولكن ما تقيلش عاوت كتر من القياس وهنا كنخوف الإناء اللي غنقدمو فيه كيجي زوين بالساف الصراحة جربوه على حسابي هادا اغزال وهنا كإضافة هادا هادا اللي كيبق الليموني دياله ممكن زيدوه هنا بعض المرات كنزيد البانان فيه غير هاد المرة ما درتش فيه البانان ولكن الأغلبية كندير فيه حتى واحد البانانة وهكذا كيكونوا العصير ديالنا بجوجوجدو انتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم ولا جربتوهم وصفتو لتطبيق ديالهم على الانستغرام غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف شكرا لكم لمتابعة الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله